اشتركوا في القناة وقام سعادته بخلال اعتمال اعمال المنتدى بلقاء كلمة بمناسبة مشاركة وفد مملكة البحرين في اعمال هذا المنتدى والذي يفتح افاقا اوسع من التعاون الاقتصادي بين الجانبين وجرى تنظيم هذا المنتدى على عدة محاور متعددة تضم المنتدى الفرعي الاول والذي يرتكز على التنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي اما المنتدى الفرعي الثاني فقد ارتكز على الاستثمار الصناعي والتعاون المالي بهدف استكشاف توافقات قمة الصين والدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 واستكشاف اتجاهات وفرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الصلة